اشتركوا في القناة حول قطاع التأجير التمولي لزيادة المعرفة وتعميق الفهم بنشاط التأجير التمولي بميزاته واختلافه عن بق الأدوات التمولية المتاحة في السوق الفلسطيني وعقدت هذه الدورة في فندق الكرمل في رام الله الورشة اجت ضمن دعم من الوكالة الدولية للتعاون الإنمائي الفكرة كانت موضوع رفع نسب الشمول المالي رفع نسب الشمول المالي نشطل عليها بالهيئة ضمن برنامج الشمول المالي نحبينا نجيب الصحفيين الشباب والصحفيين مخضرمين نحكي معهم نعرفهم بالقطاع أهم المؤشرات القانون ليش إجاء أهم المواضيع المهمة في القانون تعريف النشاط التأجير التمويلي إحسائياته برنامج معمل الصحفة المالي يتناغم بين رؤية هيئة سوق المال ورؤية الحكومة الفلسطينية من أجل الوصول إلى الشمول المالي في فلسطين هو تعزيز دور الصحافة الاقتصادية برنامج معمل الصحفة المالية هو أحد برامج طبع المالية في هيئة سوق رأس المال تم إطلاقه قبل عامين هذا البرنامج هذه نسخة ثالثة منه في موضوعات متعددة في الصحافة المالية المتعلقة بالقطاعات المالية غير المصرفية مثل القطاع التأميني، التأجير التمويلي، البورصة وما إلى ذلك التمويل الشامل والتأجير التمويلي موضوعات تحرص الحكومة الإيطالية تسليط الضوء على أهميتها إلى جانب رفع مستوى وعي المجتمعات بها الأمر الذي يدفع الاقتصاد المحلي خطوة نحو الأمام هذا المشروع بهدف بشكل أساسي إلى المساعدة في تنفيذ استراتيجية الشمول المالي في فلسطين من خلال دعم المؤسسات القائمة هذه الاستراتيجية وهي هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد تدريب اليوم في هذا المشروع نحكي باستهدف كجزء من الأنشطة التي في هذا المشروع والتي تقوم فيها هيئة سوق رأس المال تهدف إلى التوعية بقطاع التأجير التمويلي يهدف الشمول المالي إلى تعزيز وصول كافة فئات المجتمع إلى مصادر التمويل وتمكين المواطن من أخذ القرار التمويلي المناسب لمشروعه ومن هنا تبرز مكانته في محاربة الفقر وتقليل الفجوة بين الفئات المجتمعية الشمول المالي يعني وببساطة جدا هو حصول المواطن وكافة فئات المجتمع على المعلومات المالية اللازمة لاتخاذ القرار المالي المناسب الذي يحمي حقوقهم ويعرفهم بواجباتهم الشمول المالي هناك أهداف عديدة وكبيرة منها خفض مستويات الفقر وكذلك خفض معدلات البطالة لإيمانها بأهمية الصحافة الاقتصادية المتخصصة أسست نقبة الصحفيين شبكة الصحفيين الاقتصاديين لتوسيع دائرة المعرفة بنشاط الاقتصادي عن طريق نشر الأخبار والآراء والتحليلات وتفسير المصطلحات المعقدة نقبة الصحفيين أولا تأسيس على شبكة الصحفيين الاقتصاديين إدراكا منها لأهمية وجود صحافة متخصصة في فلسطين وشبكة الصحفيين الاقتصاديين واحدة من أبرز شبكات الصحفيين المتخصصة في فلسطين وحققت نجاحات كبيرة وإنجازات مهمة في إطار النقامة في عملها وتشبيكها مع القطاع الاقتصادي الفلسطيني ويرى المشاركون بالورشة التدريبية فرصة ذهبية في التعرف بشكل أكبر على القطاع المالي غير المصرفي خاصة بوجود مؤسسات التمويل والإقراض في التدريب التي أخذت فرصة أكبر لخلق روابط جديدة مع الصحافة والتعرف أكثر بطبيعة عملها وينتظر المشاركون المزيد في اليوم التالي كان إضافة منيحة أن نشرك الصحافة في موضوع التوعية كجزء من التوعية على قطاع التأجير التمويل إيش كان لابد منه إحنا وسائل التوعية اليوم بتكون فيها الهيئة وشركات التأجير بشكل مستقل اليوم إضافة الصحافة على الموضوع ممكن يعطي إلمام أكتر أو يعرف الناس أكتر على دور القطاع التأجير التمويل في دعم اقتصاد الفلسطيني مستفيدة أكيد من هذه الدورة التعرف على مؤسسات المالية في البلد شو إلي وشو عليك؟ أنا هون ممكن أكون أكثر قدرة كصحفية ممارسة عملي في السؤال وطرح السؤال ومساءلة القطاعات الاقتصادية في البلد سواء الرسمية وغير الرسمية هيئة سوق رأس المال تسعى في خطتها الاستراتيجية الخمسية إلى تعزيز التكنولوجيا المالية عبر مجموعة من المشاريع التي تركز على توفير البيئة التشغيلية والتنظيمية اللازمة لتشجيع الابتكارات المالية وتطوير وتشغيل صندوق الرقابة الافتراضية والتركيز على أهمية وجود معمل الصحافة المالي وعقد ورشات تدريبية وتوعوية لرفع مستوى الوعي نحو الشمولية الإعلامية اشتركوا في القناة